اشتركوا في القناة كي تنذير وصوفيان يتعدى عليها خمسة سنين كاملين نهار 2 سبتمبر 2014 صوفيان ونذير مشوا الليبيا بش يعملوا تقرير صحفي الوجهة كانت بنغازي نهارتها صوفيان اكتب على حسابه على تويتر من هنا تبدأ المغامرة في ثنية الأش ديبيا الوجهة ثانية متاحهم تم احتجازهم من قبل مجموعة مسلحة لمدة أربع أيام وتم بعدها اطلاق صراحهم وتمكنوا من الاتصال بعائلاتهم أم نذير طلبت منه أنه يروح لكن ما حبش وقال هنحب نكمل الخدمة مرة أخرى سوفيان الشورابي يهب التغريدة على تويتر سلامات شكراً للجميع وفسر اللي هو في أش ديبيا وبش يكشف عن التفاصيل كيف يرجع لتونس ومن وقتها تقطعت الأخبار وبدأت رحلة البحث عليهم أطراف ليبيا أكدت برشا مرات مقتل سوفيان ونذير على يد دواعش بليبيا 24 فيفري 2015 وزير الإعلام الليبي يقول سوفيان الشورابي ونذير الكتاري على قيد الحياة وموجودين في مدينة درنة ومزيت حتى معلومة أخرى 29 أفريل 2015 بلاغ من وزارة العدل الليبية أتأكد مقتلهم تبين بأنهم هم من قاموا باختطاف وتصفية الصحفيين التونسيين الذين اختفى في وقت سابق بالقرب من مدينة درنة 19 ماي 2015 الطيب الباكوش وزير الشؤون الخارجية السابق أكد أنه يملك معلومات بأنه شورابي والاكتاري ما زلوا على قيد الحياة وفي 2016 أمه بو نذير مشوا لليبيا وقعدوا 19 يوم حاولوا خلالها يلموا أكبر عدد ممكن من المعلومات ومشوا حتى للمكان اللي كانوا محتاجزين فيه للمرة الأولى في فترة أخرى نشرت صحيفة المرصد الليبية مراسلة بين تنظيم داعش الإرهايبي بياش ديبيا والمسؤول العام للدولة الإسلامية في ليبيا ضمنة مصير تاقم قناة برقة المختطفة ومن ضمنهم نذير وصفيان أكدوا تصفيتهم بتطبيق حكم الردة بحسب المراسلة جعفة 2017 قناة ليبيا الحدف عادت مقابلة مع إحدى الدواعش اللي أكدوا تصفيت نذير وصفيان بعد المقابلة المستشار الإعلامي لمجلس النواب الليبي فتح عبد الكريم أكد إنه المعطيات اللي تقالت الكل صحيحة ودقيقة تم الأعلان رسمياً عن تدويل قضية اختفاء سوفيان ونذير آخر المستجدد في القضية وزارة الشؤون الخارجية التونسية تعلن في بلاغ رسمي أنه فريق فني تونسي تنقل المدينة بنغازي اللي رفع عينات وراثية جينية قابلة للتحليل في الفترة الممتدة من 26 إلى 28 فبري 2019 لكن والدة نذير الكتاري تقول إنه تم أعلامها إنه العينات المرفوعة غير متابقة مع عينات نذير وصفيان وهكا تبقى الحكاية متواصلة سونيا يظهر لي تقريباً التقرير أتي على ظروف الكل اللي صارت وقت اللي اختفاء ونذير وصفيان نذير علمك اللي هو عنده خدمة في ليبيا وانتي وقتها شنوه كان تردت الفعل متاعك رحبت بالفكرة ولا قتلفك علي عايش والدي ما تمشيش ليبيا توا دخل بعضها قدمت بوليس كيبعثوه لشعاب يمنجمشي قولي صحافي كيبعثوه لمنطقة نزاع ولا منطقة حرب ما عندوش الحق بشي قولي مع ذلك كان حسيت اللي فما حاجة تخطفت مني حسيت اللي أنا روحي تنحت مني في الوقت هذيك ونجمتش نقوله لا والدي ومنجمتش نقوله أي كان قولت لا طونا عرض له ممكن تقع له حاجة كان قلت أي ممكن ولدي زادة متهنيتش ما حسيتش براحة يعني يلقي تروحك ما تنجمش تمنعه قديش عمر وقتها نذير 25 سنة 25 سنة أول ما تخرج إي راجل تبركالا ما تنجمش تمنعه على خدمتوه لا لا هو في إيدي ولدي ما يتحركش من غير مشهورتي أنا وبو يعني كل شيء أنا جبت صغيرة في عمري هو أخويه هو صاحبي هو مش ولدي بركه هو كل شيء في حياتي وأنا كيف كيف كل شيء في حياته يعني ما يعملش حتى خيط في إبرة إلا بأنا نبدأ في بيه يشاورك أقباله يشاورك أقباله ما يتحركش واحده أصلا ودي جاء وقته وصله بوه ولمل ودحواجه بوه ما يعملش حاجة واحده نذير مشى يخدم وشفنا في التقرير وقع دوب ما وصله وقع احتجازه مع زميله سوفيان ومبعد سايبوهم بعد أربع عيام سمعنا في التقرير أنت قلت له روح أنا قلت له ولدي روح ألا لا تخدم هو بعد ما سايبوه الكلمتين اللي قالوهم هذوكم غلطين هو رفض هو ولدي مرفضش أنا بعد اكتشفت الحقيقة كي مشيت وعينت البلاصة هو ولدي قالي ما راني نخرج نموت الكلمتين لديهم أنا ما تنخوش من بالي وقتي قالي ما راني نخرج من موت من الجمش الروح يعني أنا نسخيب كي ما قالو في التلفز التونزي يرم في مكان آمن ويأمنوا لهم في حياتهم نسخيب هوا في مكان آمن وكي يخرج والدي يموت خطر لبره ما هوش مآمن قد ليه العكس وقتي مشيت أنا وعينت ودخلت للبيت اللي محجوز فيها ولدي لقيتها سجن ما لقيتها جدار لقيتها سجن ما هيش مكان آمن كما الدولة التونسية يعني غالطتني وغالطت الشعب الكل لقيتها هو من جمش يخرج خطر يخرج يموت سلاح في رأسه يونكن وقتها محصور في باب مسكر في بيت مسكر عليه زوز بابان حديد بلندي بلندي علقها ما فيهم بش منين يحل ما فيهم بش يخرج حتى للطوالات كيفش كلمة كميلا ويكلم فيها ما هوش مرتاح ما هوش يكلم فيها واحد وزادة ما أنا أعطاوها إمكانية أنت تقول وقتها ما سايبوهش أما أعطاوها إمكانية يتصل بعينته أنا أنا طلبوه يجاوبني هذا الزوز اللي حاجزوه موش هو اللي يجاوبنيش ديريكت والدي إلا أنا يسنفون هو بش يجاوب أنا ما يجاوبش ومع ذلك أنا ما فهمتهاش وقتها ما فهمتهاش يا في سمحني هاو هاو سوفيان الشوراب يهبط في التويت دونك عندهم حرية شوية متاع يهبط تويت يجاوب في تليفون هاو سوفيان الشوراب يهبط وقت يخرجوا من الحجز الأربع أيام لولا بعض الأربع أيام مازال ويكون فتريك بير ورن كيف يرن ناشي لجداب يا سوفيان الشوراب وقتها ما زين ما وصلش للسجن الثاني اللي هو في وسط دا وكنت تقول فهمه سجن أول وسجن ثاني نفس اللي خطفه وقت يخرج من سجن الأول علش مرة وحش نديره سوفيان ما تخطفوش مرتين أنا أتأكد بنفسي اللي نديره سوفيان اللي خطفهم المرة الأولى هو بيدو لحجزهم المرة الثانية أعليش أنا أعطوني وثيقة ديكة تثبت إلي هما جابونهم عدل إشهاد صحوا بالحق تصحاحت والدي ريتها صحوا لي هما ما ذروا همش ما مأسوا همش يعني ورجعوا لهم ماتريالهم ورجعوا لهم مراقم وأطلقوا سبيلهم بعد ما ما كانش عندهم ثيقة فيهم وقالوا ما مفماش ما عندهم مش ما يثبت إلي هما صحفي مع أنهم باسبورهم يدل لهم صحفيين بتقطعريف مدل لهم صحفيين أردو ميسيون بتاعهم كان كيزادوا وبعثوا لهم نسخة باش أطلقوا سبيلهم وجابوا لهم عدل إشهاد صحوا لي هما مذروا همش وسيبوهم تقول أنت كيجبت العدل إشهاد أعليش تعاود تقول استضفتهم في داري أنت وانت عارفهم باش تستضيفهم في دار كذا يا هذي الكل عرفت وقت لي مشيت ليبيا مشيت ليبيا معنا أنت وقت اللي انقطعت أخبارهم قدش قعدت مدة باش مشيت ليبيا ممكن قريب العامين قريب العامين قعدت تستنى تستنى في الصلات التونسية خاطر وقتها الدولة تكذب علي يا أنا وقتها الدولة يقولوا لي رام في رام يتحاوروا عليهم أروا فهم مشكون شيفهم ولبسة عليهم قاعدين يتحاوروا عليهم أروا باش يجيك في الليل في نص الليل أروا وولدك باش يجيه ستاً تاع الصباح ونقعدون تفاوضوا على صفيان الشرابي هذي كل سمعتوا من مسؤولين سمعتوا من مسؤولين أنا سمعتوا من وزراتوا خارجية أنت تقول اللي مش صحيح وقتها مفماش تفاوض مفماش حتى التفاوض ما تتصورش اللي فما جهات في ليبيا أنا ذاك وقتها كانت تحب تحب تولس تتصور أنهم موجودين ولا فعلا فما تفاوض أنت الفرضية هذي منحيتها جملة واحدة هذي خطفنا إذي رصفين فما كيكشوزكي كلوش في الدولة الونسية هما برش تخطفوا فما حاجة في الدولة الونسية عليش جيبنا في معلومات غالطة من المرة الأول عليش تقول في مكان آمن دولة ربما هذيكم المعلومات تعطوهم لها طميم هتقول الكرام في مكان آمن وهم في سجن آخر باش عرفت اليوم في مكان آمن عليش ما تبعتش وقتها القضية عليش ما تبعتش وقتها الأولاد عليش ما بعلتش يأمن لهم بالحق حياتهم اي طرف تونسي مش موجود غادي يمشي بالكلم يتقلوا غاديك انتي قلوا لك قال يراني كنا محجوزين اربع ايام موهومة مازالوا يرجعولهم في وراقهم هو احنا نتصلوا بهم كل دقيقة يعني جاوبني هو مازال في السجن الاول هذي اخير كي يستلم في وراقه وخرجوه من السجن يعني في الادارة متاع السجن جاوبني قال يراني كنا محجوزين اربع ايام توكي نخرج نفسر لكم شنية اللي حكاية ومن نجمش ورنة توبش نمش وليش ديب وقتش انقطع تخبارهم تماما انقطع تخبارهم بعد النهارين اذوكم ليسيبوا فيهم من عند معني هتشدوا اربع ايام قعدوا باتصار واحد منهم اللي حجازهم يقول انا واحد هزهم لدارهم ضيف قعدوا باتصار بكم مهارين ولاخر هزهم على اساس قيل باش نروح بيهم من لاش نهزهم للمتار باش يروحوا انا راني قابلتهم اذوهم لكل اطراف قابلتهم مشيت لدار جذران ودخلت لدار جذران وقعدت نهار كامل وقابلت اللي حجازه وقابلت اللي هز في الكربا وقابلت الانواع الكل اللي عندهم علاقة بقضية نذيره صفياني 20 واحد وعندي صور صورت زيد انا ديجاك يفقوا بي انا نصور حاولوا باش يقتلوني بعثوني لشكونوا باش يقتلني اللي ثاني اللي هزوا اللي قال انا هزيتهم على اساس باش نهزهم اللي نروح بيهم المتار يقول انا هزيتهم وصلت البواب تنوار من بعيد نشوف من بعيد داعش كي شفت من بعيد داعش دسيت وراقيلي انا في حرص المنشآت وخرشت وراقيلي انا تاكسي خطر السائق تاكسي ما يقتلوش وحرص المنشآت يقتلوش انا كذبتو انا وقتها فكذبتو وقت نكذب فيه انا الشخص اذيك هو باش يموت بالخوف خطر كل ما يقول حاجة يدين روحه ويجيب لي معلومة جديدة ودينو هو قل لي قلتلي اللي شوف من بعيد داعش يهرب ولا يزيد يقدم ويقعد يدس في وراقه ويخرش في ورقة ترشنوه ويدس في ورقة ترشنوه وانتي معاك امانة تعليش مهربتش ورجعت على طريق قبل ما توصل لهم انتي داعش قل لي لا ما ظهرتش قلتلي وينو عالم داعش تراوريني عالم داعش قل لي في الصورة متاع الساعة الخطف قل لي ماذا قل لي ما ظهرتش عالم داعش اما ظهر جانب من الكرهبتي انا انا وقتها فقط المرة لولا الصورة كيف من هكاك ما فماش جانب من كرهبته اما انا وقتلي كبرتها انا التصويره ظهرت بالحق من شيرة نذير منا فما كرهبة وفما اللي يشاد السلاح هذاك يحكي معا اللي في الكرهبة ونذير وثوفيان ما هوش مهبتينهم داعش بالعكس جايين للكرهبة طالعين للكرهبة والصورة التخذت من الكرهبة من تالي كان هي كرهبته هو منهم فيهم هزوا الصورة صوروا باش يقولوا رب قطفتهم داعش وهم جايين للكرهبة ومش راجعين والارضة ذيكا ارض اجدابيا ما هيش ارض بوابة تنوار كما يحكي والتوقيت انا من اللي طلبت وولدي 25 دقيقة حتين لان تخطفوا الساعة ذيكا اللي تخطفها 25 دقيقة ما تهزهمش البوابة تنوار 480 كيلومتر يمكن ولا قديش يعني ما تخرجهمش من اجدابيا هذا كل انا قلتهولو وهو موت بالخوف هذا عادل الزرابت يموت بالخوف وقليان نكذبو ونجيبلو ومع له مش علامة خوف انا ولدي كنف بعلوش ما ينجم شو اخذر للدم كيفاش تتشوف يشوف داعش ويمشي عادي هو وصفيان عادي ما عندهم حتى شيء وما تريع له مشو عنده وجايين للكره اسمعني سونيا احنا تويكا اللي اللي نتفق عليه انه خمسين رواية سمعناها على نذير وصفيان خمسين حكاية في هاو شدوهم في هاو قتلوهم في هاو تطلع طلعو حي يعني هم كان جتهم مصيبة وفجأة وحدة انا انا الضغير في بني كل من كثرة المصائب والفجاية انا الف مرة قلولي ولدك مات ومبعض يقولونك حي وقلولي ولدك حي انا الف مرة قلولي ولدك حي هذا هو القاتل بالنسبة لك انك متعرش لحقيقة الحقيقة انا نعرفها مش منعكيش انا 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 جبت معلومات قل بك شنور يقول لك انتي معلومات وإلا عندك يقين داخلك وكان العكس رو ظهره والمعلومات اللي قيلوا اموات مام قيلوا كلهم اشباه الدواعش هذوكم اللي جابوهم سينيما وانا واحد فيهم شفتم بعد في في فيديو اخر اللي هو له لابس لابس لبس تسجن لحتى يلابس ومحجم وكسم وفي اذاعة اجنبية واحد منهم الدواعش هذيك ما هوش في السجن ما هوش داعش اصلا والمعلومات اللي جابوها ثلاثة غالطة واحد قيل قتلتهم في 2012 وقل هوم مشوا في 2014 واحد قيل متوسطي الحجم الزوز وقل انا والدي مش من هنا زوز مترو ومية وستاشن كيلو حتى كي يقتلوا بالشر مشت ينقص من الطول ما هوش متوسط الحجم واحد قيل هذين زوز فاليزيت عزوز سكان واحد بني واحد أسود وقل انا والدي هز فاليزة قلونها انا نعرف له بني وله أسود تصاور هذوما اللي جابوهم ما هوش نتاعوا ما نعرفوش ولادنا احنا ما هوش لا منظر ولادنا لا 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 بدنا ولادنا لا حتى شي نعرفوش ولادنا احنا هذو ولادنا ولا مش ولادنا علش يجيبوا في معلومات غالطة وكاذبة خطر هوم ما هو مش أموات خطر هوم يحاولوا يكنعوا الدولة وانسيا بش يضغطوا عليها فقط عليش يجيبوا فيه يضغطوا عليها انتي سمحني يا سونيا يجينا تفقوا على حاجة الاختفاء القصري بصفة عامة عندنا غرض بك الشخص هذك يجبوا يختفي واختدولة وإلا منظمة كانت يختفي يقرع اختطافه ثم احتجازه او قتله هذا الاختفاء القصري ضحية دوتين هوم ضحية السياسة هي سياسة انتي تقول شنو المبرر شنو الهدف الضغط على شنو زغط على الدولة التنسية باش تستعرف بجانب معين واختدولة التنسية تستعرف بالعدو متاو لأ هي الدولة التنسية وما مستعرفة بحتى حد لا لا انتي هي تقول ما تستعرف بحتى حد ما هي ديسكرتما يعرفوها جمعاش كون مستعف ماك الوقت هذك من 2014 تقول انتي من وقتها اي اي بيانصور هم وقت يخطفوا عليش من 2014 انتي تبدأ تحسبي مش من توتو توتو حتى هي المعلومات بدتت اللي قالوا ماتوا تراجعوا دير نيرمان في اليوم الوطني حريت الصحاف اليوم العالمي حريت الصحافة قالوا نتمنوا الحرية النذرة سفين قالوا ماتوا احنا طبعا نزوز معطيات نحاولوا كلها داي في بيان هبتوه احنا المعطيات الثابتة اليوم اللي تحاليل الجينية اللي تعاملوا على زوز جوزة اللي بعثتهم الامني والطبيب اللي مشاوا مشكورين خطر خدمه خدمة خدمة يسر 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 صعيبة ونعرفوا شو تقريبا كل شنو اللي صار فيهم وهو ما غاديكة وجيبوا العينات ثبت اليوم اني تحاليل اثبتت اني ماهيش ماهيش جوثث نذير وصوفيان هذي تكسر كل كلمة قالوا على انهم ماتوا لانه ثلاثة اشباه الدواعش اللي قالوا ارانا اقترناهم دفنوهم قالوا حسب كلام هما في نفس البلاسة يذي في الغابة في اللي أنا في درنا وقلي هما خرجوا الجثث متاع العينات الجثث هذي اللي قالوا عليهم ثلاثة دواعش وكتبوا عليهم صوفيان شورابي ونذير الكتاري في ليبيا في المرق و و و و و و وطلعت ماهوش هما لونك بنسبة ليك انتي اللي قالوا ورميت وكل سيئ بالملموس ماهوش نذير وصوفيان بقط المعلومات اللي هما احياء وهذا يثبت كلامي أنا من لول انتي ما تتصورش اذا كان اذا كان حيين نذير وصوفيان الجيهة اللي محتج زيتهم تخرج حاجة تقول حاجة تقول حوشون المطلوب شنون يقولون هي شكون اللي خرج هو فما طلبت فما طلبت تقدمتها هي المعلومات اللي جات فيها في التلافز اللي بيا لكل وفي الفيسبوك لكل منين جت جت من جيهة واحدة اللي هي تابع المشير خليفة حفتر القنوات لكل تبعينه هو علاش اللي تابع المشير خليفة حفتر هو اللي حاول يضغط على الدولة تونسية وهبط وهبط على مقت النذير وصوفيان من قليل فما حتى دليل لما المسلمات لخلو مخبيهم نعم مخبيهم خاطر وقت تنجم تصير مساومة نرجعوهم خاطر صاروا مساومة يكون فما تونسي دينار دينار هو ما حاشتهم بشي يستعرفوا بيهم الدولة تونسية وانا كمشيت قيلوا هالي غادي أنا استقبلتني حكومة غاديك قيلوا هالي قالوا لي أحلى الدولة تونسية ما تسمي شو سعرفة بينا سمحني سونيا ينجموا في الحالات هذو ما يعطيوا أننديس اللي هما حيين اللي هما موجودين خرجوا قدش من مرة هم في القصر فولاني حيي أما ما بعثوا حد شيء لتصفير هما هما والوضع السياسي ما بين وما بين تونس كان متفاهمين يخرجوا حاجة باهية كان تونس تعاملت مع العكس يخرجوا وماتوا وذي حسب الوضع الموجود أنت أنت عندك قناعة اليوم اللي نذير ولدك حي أنا متأكدة ألف كما كل كلمة قلتها ظهر تصحيحة كل كلمة انتقت بها وظهر تصحيحة وكان كلام يناه لظهر تصحيح لأنه إحساس الأم وخاصة أنا لا أم عادية أنا رأى نذير تربى بين ضلوعي أنا نذير رأى وتربى هو روحي هو حياتي هو كل شي يعني أنتنفس بي يعني كي ولدي يتنفس ولا ما يتنفس أنا نذير رأى هو كل شي في حياتي رأى هو كل حياتي بكلها رأى هو عمري وهو كل شي في حياتي هو هو ما تتثوريش علاقتي أنا بنذير شنه هو أخوي هو بابا هو ولدي هو كل شي في الدنيا هو صاحبي هو كل شي أنا جبتوا صغيرة في بلاد الناس وما نعرف كين هو وهم يعرفني كنان مستحيل أنا نحس بي ولدي حتى تعش ولا ما تعشيش حتى فطر ولا ما فطرتش حتى نظيف ولا مصر حتى شرب ولا مشرب أنا نحس بي حتى كيكياك الكف إني نحس بي نحسوا في وشي أنا أنا منيش عايشة عادي أنا عايشة أنا نذير نحسب كل شي اللي أجرى أنا نحس بي أنا قلت لكم والدي حي حي كان ميت أروا عند ربي خير أروا ربي رحمان رحيم ولها البشر ذوما لم يخفوش ربي إنها تمنيت والدي موت خير من عند العبادة ذوما تونت لقى أنا ويا في الجنة إن شاء الله على صبرنا أما والدي لا والدي مزال حي والدي مزال تحت رحمة البشر والدي مزال تحت التعذيب والدي مزال تحت الحرمان على صغر عمره والدي ما عملش حتى شيء وما غلطت حتى في غلطة في حياته والدي مشى لبه واجب الوطن وواجب العمل هذا جزاؤه والدي ما يعرفش معناه سياسرة ما يعرفش حتى الرئيس شكون هذا جزاؤه هذا جزاؤه والدي إنه يتحرم من أمه من خوه من أهله وناسه من بلاده ومن أرضه من دارهم من العيشة اللي كان عايشها من لقمة اللي طيب قاله أمه من جغمة المال يتمداله وتقوله بالشفاء والدي هذا جزاته هذا جزاته جزاته إنه عطال تونس عطال تونس حياته شرقوله حياته سرقوله عمره مش شفح حتى شاي ملدني مش شاش حتى شاي خمسة عشر سنة من القراية من القراية مازلت نقوله عرضوا علي يا ولي مازلت نقوله عرضو علي إذا92 غيرicked خل يخدم الجمعة لولا يجرى فيها من فرن涛 Themötz ساعدم المسؤول لا تعرف انها مواطن لا تعرف انها مواطن وانها حياة ويعرفش معنا هذناء ما يعرفوش يعرفوا كان الكرسي يعرفوا كان الكرسي ومهم همش في ورادنا احنا سونيا نتفهم الغضب متاعك جوست نشوف مع الدكتورة بين انك تسكر الباب تماما وتقول انسان عزيز علي اختفى واكيد صار له مكروه توفى مات وإلا تعيش جحيم الانتظار كما نروا فيه في الحالات هذوما يجي وقت هو مزوز جحيم وجحيم يجي وقت اللي واحد يزموا يسكر الباب والله مش حكاية يجي وقت صعيب مستحيل مستحيل معناه يبدأ ما فاميش حاجة ثابتة ما فاميش حاجة موثوق منها مستحيل الأم ولا الأب حتى أخ حتى يقتنع أن الشخص هذاك توفى ويسكر الباب ما يتسكرش الباب مستحيل يتسكر الباب معناه الجرح مستحيل يبرا هكاكا واحدو وما فامي حد شي ثابت ما فامي حد شي واضح وهذي يرى أصعب يسر من الموت أصعب يسر من هذي كما قلت لك ماهيش تماما في منطق ماهيش تماما في منطقة أمل هي في منطقة ما تستنى معناه بالنسبة لها موجود وحتى نشوفه معناه بصفة عامة كل ما يختفي ولا حاجة مش مواضحة ولا حاجة مجهولة ديما الأمل بش يقعد أنه بش يرجع نهار أنه بش يظهر نهار أنه فوزية العكيري مولدي قال لك مش ينخدم في سفيقس أعمال الفرماسيون في تونس قريت أعمال الفرماسيون وخذي ديبلوم تاعه فرماسيون في شنو؟ في صنع السنين وقتها قدش عرضه؟ أولا حق نقولك ثمنتاش هكاكا في ثمنتاش سنوات خل عمل الفرماسيون وخذي شهادة وخذي ديبلومة وخذي يعني الوراقة كل أخذها من عند عرفها كم الأقرأت؟ وخذي بقى يخدم معه يخدم معه يعني يخدم ويعلم فكل تليم ذري جوجدد شهرية وضعيفة وبعد قالوا باش ننقل راني ساعة قبل الشهرية ساعة أحكي لي علي سابر كيفش كان تتبيعته؟ كيفش كان معاه؟ كيفش كنتوا عايشين؟ ما أنا قبل أن أحكي الكريم تصدقينيش لن صدق؟ أسألي حتى في المنطق سابر بحبوح هم ويت يكلم حلبوهم كتوفى خلالي سابر عمرو يمشي في ثمانية سنين عنده أخويته؟ هايثم 12 سنة مهدي حداش ومحمد شيها بثلاثة سنين ربيت مع الزربي تقول أنت يا أم تربي يعني كما ربانا بابا أحنا بابا ربانا صعيب برشا يعني أن أولادي نضربهم ونضربهم ونبكي معهم ونقول لعلى ظلمتهم لكن ربيتهم ربيتهم صدقيني لتوا يحكوا به فزان صابر صدقيني ولدي لكل بهين لكن هو ستحسي أم و تحسي أخو و تحسي أخت تحسي صاحب كنت عندك علاقة قريبة من برشا 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 حتى في الكوجين أنا وياه نمشي ذيف ولا نمشي مثلا مريضا نعدي والروح لي قدار هكا تعم يبدو مصفن على السرويلة هو يبدو يطلبني وقول لي ماما وعيتولي فوزي هم فوزي هاي الدنيا وامورها واذحا ما تخفيش تصوير الولاد هنا هم المهم صابر الهناك يعمل في الفرماسيون الهناك يقرأ الهناك يعمل في الفرماسيون هذاك أخوه اللي يكبر منه قديمة تصويرها هذي هذي صغير الهناك توفى بوه هاي يعني حبيتنا عرف تقريب وقت اللي غاب الهناك وقت اللي غاب عمر هذا تقريب به بعد كيكمل القرية قل لي أمي حكاية زي داكتو خزري من مليجات الصورة لتاو أمي أقرأ 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 وبعد تالي أخر شد الحيت نمش نعمل في الفرماسيون يعني قاعد بطال هو بعد القرية لا هو ديريكت خرج من القرية مشي قليني ماشي عم الفرماسيون أمي قلت له بره ببالي أنت حاجتك فيه أعم فرماسيات عم تروميكاني قاعدة لأمي نعمل دون تيست قلت له بره بسارش القيد قال لي مهم فهم وراق باعثينهم خلنو نمشي نعمرهم ولعله يقبلون ندفع ورقاته قبلوه نصفوا عليه ويصفوا على روحة صدقيني معنا أنا واخويه الكبير نخدمه تصوري أنت حتى كان في نكسيه قول لي أمي لي ليش عندك فيه مش الفايدة في اللبس أنا السروالي كملي وصوري المهم أنت تليهي بصابرة بشيها بيقرأ وش عندك فيه آن؟ مصني عن بي صدقين يقرأ وحتى عارفة ينمشي سعاد غاديك أهزني هو غاديك أحد عارفة يبدأ يشكر فيه كمل فرماسيون تأخذي ديبلوم مخذيه وراقه قال لي أمي ريش شهرية ضعيفة أمي أخيتي وش نبقى نخدم على ماكلتي وشرابي وركوب في الكار كل يوم نمشي إلى ليبيا قلت لي أنا ميسالش صبر ليدينا قال لي أمي أنت تعطيني ركوبة الآن وش نعطيك خن ضب الراسي صبوا راقة في الكلينيك في سبيتارات ما خليش فيني صبوا راقة ما خطفة ليش؟ شد في حكاية ليبيا عايش ماما ويبوس وكان جي بابا روق خليني اللمي ديما قلبها ضعيف عمت له أنا جيباش يرجعوا قولي يجب أن تعمل ضمان أبو وصل لك وصل ويقول لك أنا يبتلي فوق صدقيني أنا ونطلب أخوه يطلب خلاتك كل واحد يطلب واحدة وصل للبوابة رجعوه قال لي لأ أنت عمرك صغي يجب أن يجي معك ولي أمرك ويصحها عليك رجعني قال لي أمي شفتي أنت ماكش مسامحتني قلت له والله يا رسولتي مسامحتك وقلت لك امشي وأنا فرحانت لك قال لي يا رما رجعوني يجب أن يجي معك امشي قال لي معي أمي نعطيك ديك تقضي قضية يعني صح حيلي خل نمشي نخدم كل شهر نبقى روح نبقى جمع ومشي يقضي قضيات وراوحي أنت وأنا نتعد قلت لأنا صيب علينا يرحم الله قايحة وقلت صابر وليدي لعل فها خيرة كيف رجعت فك عليك قال لي عشمام قلت له بره يرحم الله أحكي لي على نهار الحاضر شوني سار بينهارتها جانيك يقبل بجمع قال لي أمي بش نمشي لسفاقس فأما خدمة نتع زيتون زيتون مصلي عن بيع لي زيتون تاع دولة النهار خمسين الف تصابر وليدي انت بش تقدروحك في الفلاح وفي الزيتون بروح لسفاقس هكي هنا قال لي أمي والله هو عنده صاحب أخدم معه بوه لبس عليه في السفاقس قال لي ولده طوكم بيع لطرف من التراب نبني لك بروطوار متاع الخدمة هذية متاع السني قال لي ولده جاه ساحبي اللحظة متاع حضرت أمي التي لي حضرت نعدي أنا جمعة في الزيتون هاكي غاديك بحذاء حتى هاكي لي كريداء حتى لين تحضر لتالي وسائينا بدأ نختم قلت لي نفك عليك خذر أخي الكبير ما شاء الله يعني ولدي الكبير تبارك الله مش صغير يعني لفترة ليكي كنت 26 سنة يا أمي قال لي عايش أمي يا رحم باب برحمة أزيزي نفسينا شوي يسرك كابس علينا قلت لي أنا خف عليكم حتى باش يجرع ليكي متوفى مشي على رحمة خالك لبي الحاجة مشي هلوش كون مش يجرع ليكي موليدي يمشي ليبيا من بيا أنا في ليبيا يا أمي قال لي يا رحم بابا خليه يمشي بابا دو شو نقول لا أنا قلت له بره لكي خرجوا لي بكي عندي عندي حاجة هكي تقول لي لي وهو يوصل الباب ويرجع يخذر له يبكي هو على أساس ميش يجمع زيتون ميش يخدمه ويرجع قال لي أمي راني كنقة تعدى يريني تعد قلنا عنا وانحنو بطاله يفوق انت وين يعني في البلاس الفلانية وامي يقولي يا بينوفمي مشي غيرر لاجلسب يعني قاتت التبع في حتى لينا وينوصل التبع في حدياش قال لي فاوزي هان هÉ دودElFats نواص abi uria نصنعنا في الجزء باش وريننا ودار أعلى كنا ن kilometج قولي أونيك بالنسبة لي أنا خرج من عندي أنا حكاية تسعة ونص ك resting تسعة ونص حبلو حتى الحديش منتعلیج حين أصنع نصف والله ماينعارف معنى واحد يتسائل هذه الحالة حياتي غير عادية من بعد طلبني قال لي أمي أنا هاني وصلت هاني في السفاقس وهاني نصال نفراج بشي جيني وننصى فيه كيف يقول لها وكهو معبي لعم الله يصابر رو واللهي بالنسبة لي هو رو دار صايم معنى كرهان نو صايم قال لي صاف ونش به نبقل طوشة دي لحيوت احنا لحداش هو مش وصل لحداش ترى هم وصل لقبل لكن يستنوا فراج اللي بشي يكريلها اللي يكريلها مضاء بعد نطلب 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 لليم كل حصو خارج عني تقل تغطية لليم كل حصو تسايد خلد في بعض طلبت أخي وقلت له هشام روه هو صابر هكو هكو أبايا قال لي قلت له والله قلت له رو اليو من الغضوة مشيت للمركز قلت له رو صابر روه والدي خرج هكو هكو قال لي قوي ماشي مش نخدم وما روه مبرتبليه ما عادش يمشي وراوه طلبني قال لي أمي هاني خلطت اسفاق تسوصي وما روه مبرتبليه ما عادش يمشي سوني شنو حكايته ديكلارو هم يعني يما صاني اللي فهم إنسان خرج قلت له حكاية هكا هكا وما بعد مشيت بلود دخالي عندها جونس تعكرها بكريت ما عندها كرهبا بشهر مشيت لليبيا مشيت لليبيا ديريكت لك انشي كان عندك يقيني لي هو خرج الليبيا خطر هو ديما في مخه من لي هو ما رقضيش من نهار خلطة عليه نهار الثاني ولو نهار الثاني أنا أصبرت نهائرين نهارين وخلطت عليه نهار الثاني خلطت أنا وأخويتها الثاني يعني قمرت حتى بأولادي شفتها جبلت الكيف أنا اللي جبلتها وصلت أخلت الغيب ما تصدقيش إنتي لي أنا خليت واحد برك في الدار وكملت هذا الثاني الكبير والصغير وليت جيراني زوز الثاني كانت نهار الثاني يقولي ونماشي يقولي أنا نبكي وأخويتها يقولي ونماشي وقولي أنا ضيعت ولدي وقل لي أنا ضيعت ولدي وفرق سالي يقولي وقل لي ماشي نخدم يقول لي ماشي نجبل يقول لي ماشي نجبل هذا انتي بولادك يقولي أنا ما أخيك مشي صبر أنا ولو عقاعدة وني مشي مع صبر ونرجع مع صبر طونا لقاه ساعتنا بدأ واحدة كاب تجري ونقوله كان نرمي رحيل الباب ونطرمام الكرابة طونا شق جبل طونا لقى صبر أنتي ما كان عندك حتى أخبار وكنت كنت على اللقينة اللي يلزمك أنتي اللي تلوج عليه أنا نقول لي طونا لقاه معك كياس طو كان شدوه طونا لقام صايبوه طو كان قتله طونا لقام لوح في كياس طو كان مضروب طونا لقام مازال حي نجيب ولدي ننقذة الروح للدالو نعود نرجع جندوبة فليتة روحنا الباجر روحنا لطبرق صدقيني هبيل تشوفي هذا شقعد تلوج ونقول لي كنت شهرين كاك شهرين انت تلوج علي فلوك واخوه باش يعرض صبت دار دارتها وقعدها كاك حتى أخبار في شهرين ذوكما بعد شهر ما كلمك حد ما كلمك شوه ما كلمك شوه ما كلمك شوه طلبني قال لي أمي أنا هني في ليبي آه كلمك قال لي أمي أنا راني كنت لابد أمي أخويت أجلي أراهم اللي يشدوه مشاء وقال لي أمي نخدم في قهوة وقاعد ندب في خدمة نلوج على البنات لطفين ما حصلتش عليه عشان شوف البنات ويه مش تمشي البلاس اللي يخدم فهم ونخدم معه قلت لي أنا مني أمك صاب الروح عش ولد نجيك أنا نجيي نخلط عليك نروح بيك لتحب نخلط عليك أنا نجيب ولدي متخافش ماما ما تججت روح أنا نجيي نروح بيك وقل لي أمي ورص أمي لا تخافه هاني كسيت روح خذيت النهارات اللي خدمت ولوني كسيت فيهم روح وهاني عندي ون بيت بعتني فونا ذاك قلت لي بيهي أبقى دي مطلوب نساب ما عندي خطر ووند أقل يومي تاني فونا نفكوهول ما عندي تتعانيت شو هيك يكلمك شبه اللي ارتحت مم قلت جمعة لولا جمعة ثانية شفتي المهبول كيقولولي حشاك الحيت هذاك كي تمشي ترمي إيذك عليها روي حدسك أنا نمشي شفيت لكلية شفوها شونا يقولولك مانه يبردو لقلك اللي نبتوني مربوط في ليبيا مربوط اللي نمشيلا كل نفسي كلمة اللي نبتش له يقولي مربوط في ليبيا أمرو والتاع وحد يقول لي ملوني واحد يقولي خمسمائة واحد يقولي وقد طاتيني مليون وخمسمائة نجيبهولك بحماما مولش نوونك المهبولة اللي يعطيه المهم مولى صبر يروح ماعاتش يهمني أنا في الفلوس teilسطول لاعرس مبرمج في سبتمبر وصاعتنا قيبك نقول لها شوكتي بكي مات يقول لي مبشيح للأرس بعد صابر نقول لي لعل ربي سمحانك بل ما تعرس انت صابر يروح بعد كتلبني عاو طلبني مرة أخرى قلت صابر أخي ينتوي قال لي أمي هاني في لي بعد قديش مدة ويقول لك حكيت شهر كاكاش ليلة مقول لي كون شهري ولايد صغير خرج جمال القرية وصل حد للباك ساي ما عادش فيه مش هل الحلق الوي طلبة قال لي انت تقرأ قال لي لا يا صابر احنا دخلتنا في الحيط أنا ما عاش عندي مخلو القرية جملة ما عاش مركزة ودور صور أخوه في ايده في جيب السروعة اللي يتفرج قال لي لاش عملت في ماما كاك أمي ريت جلتها جلتها جلت خفيف حرم عليك صابر أخوي يا أخوي قال لي ماشي نخد أماري يا صابر الشي هاب رايديني دخل بعض أعطيه نمر ومام أعطاه النمر طلبني يقول لي يا أمي برحمة باب ما عاش تمكي ادعي لي يا ربي يفرج علي أما أمي راني مريض أنا هاني نخدم أماراني والله يا أمي مريض قلت لي باش مريض قل لي مريض بكل أمي راني تاع وكان جهت عندي خدمة غاد وكانت خدمة مستقرة ولا من جهة يا أم ركت عود يدوني ويكرتوش في غراسك ونتعرف ايش تروح وقتيش تقطعت أخبار وصابر تماما ثلاثة شهور هي ذكي الحكاية يعني هكلمك تقريبا بعد ثلاثة جمعات بعد شهر بعد شهر بعد شهر بعد شهر وشهرين وبعد قطعت أخبارهم جملة 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 مشيت البنزرة صدقيني عملت فائفر شو مخدة خاصني نمشيت لللتونس رجعت له هنا نمشي ونجي عطيت التحليل كل وين يقولوا مجموعة في ليبيا ماتوا نمشي نجزر نعطي التحليل يقولي ما عندك حط شي يقولوني أعطوني هكر بعد اللي كان مربوط قولي مربوط شبيه في بلادي مربوط نعرفه مربوط خرمي مفهماش كان البره كيف كيف اللي مشي نحي يقولي مفهم حتى حل ما عندنا حتى شي ما ده فترة أنا أنت أصعب حاجة بنسبة ليك أنك ما عندكش بلادي حتى بس تعرفه وين موجود ولا نعفه وين موجود سوى مربوط مهم نعفه ميت ولا حيس نتقيني عايش على أمان الفارغة ساعة نرقد ونقوم نرقد بالدواء ولت عندي دقة زيدة ولا عندي دم ولا ديش حم في الدم ولت أمريم من رقدش في الليل كان وشتربت اللحرة بش نرقد فهمت فوزية اللي تابت ونشوفه مع الدكتورة زوحام نشوفه في حالة الانهيار تقريباً متع فوزية الغياب الغياب متع الغير مبرر اللي ما عندوش تفسير اللي ما تعرف عليه حتى شي شنو اللي نجمي يخلف في نفس العائلة في ناسهم الأم الوالدين خاصة يخلف معناه المظار متع والمخلفات متع ونشوفوها هو فم حاشتين هو فم الغياب وغياب مبرر معناها أنها مش عارفة أنا معناها كي ما تقول لك أرحم لي كأننا عرف كلو اللي يراه مربوط ولا راو فكل بقعة دونك ديجا هي كي مشي من اللو المفجوعة وميهاش رايض أراضي نقول وو واحدة مش رايض أراضي برشة مش رايض أراضي برشة على المشي متع ومعناها فوق من قلبها وخايفة وزيد من بعد مشي وهي مزلت خايفة وزيد من بعد تفقدوا هي مش عارفة كانوا موجود ولا معنا هذا الكل صعيب ياسر 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 يقعد من قطعة خباره منذ أربع سنين قتل أربع سنين أربع سنين مع هذا الشيء معناها أساسا لفات أنها مش عارفة لقدش بش تقعد الحكاية لاوين ولاوين بش يوص لكن المجهول هذا الشيء المجهول هذا سي تخيز انكسيوجين سي تخيز انقواص ويخلط معنا بعد يخلي مخلفات نفسية ومخلفات جسدية كي ما قالت زيدا عندها اضطرابات معنا في دقات القلب واسترابات معنا حتى بدانها تضر هذا كل ديما تستنى على أمل أنها تسمع أخبار أنا وقع الصدمة وقع كبير وقع الصدمة كبير برشة أكبر حتى من أنه إنسان مثلا حد توفيله ولا حد مرض ولا هذا أكثر من هكاك نحن نقوله لا بخصون نغيف منبا أفغل دوي هو الأشكال الكل في هداية سي سليح طيو هي حكتنا على علاقتها مع صابر ولدها علاقة حكا قريبة برشة الولدة وهو كان قريب لها شنون يفسر أنه اختار نحن نقوله لي اختار هو مش ما اختار أنه يخرج يغادرها يغادر البلاد في ظروف صعبة برشة تقولي في 2012 في ليبيا أنا ذاك أنت ظروف صعبة برشة شنون يخليها يخلي أم ويخلي عائل ثم حلقة مفقودة مع الأسف ممكن نتكلم معك ثم حلقة مفقودة وغامضة كيمة الاختفاء غامض ثم حلقة غامضة أولا سابر قالك ماشي الاسفاق ثم ماشي الاسفاق ثم ماشي الاسفاق ثم ماشي الاسفاق ثم يقول كونه من جمش يكلمك يقعد بالمددة الطويلة بش يكلمك بالعشرين يعني ما يكون من أمر ما ينجمش إنساني ما ينجمش يتكلم ولو كلمة حتى من عند واحد ثم ثلاثة مؤشر ثلاثة يقول كراني أنا تعب ثم هو في منطقة فيها الرصاص شوف نجمع أنا مبعضهم هذو معناها المعطيات هذه اللي هي سمحني فقط نكمل لك يعني كان نجمعهم مبعضهم مع معطى سابق ليه اللي هو منيش لا أدين أي إنسان تقول لي مثلا هو صغير لأنه هو صغير وتقول لي يصلي يعني هذه المعطيات في سنة 2012 فكل ظروف هذيك كانت كلها مكونات متاع ما يسمى بشبكات التسفير هذا واحد منها تخلي في شبكة من شبكات التسفير أنت على يقين فوزية اليوم اللي هو صابر ما كانش صادق معاك في روايته ما حكى لكش كل شايفة ما حاجات خبها معليك اللي هو تخلي في شبكة من شبكات التسفير ولقى روحوا في ليبيا لا 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 أنت تقول مستحيل فوزية أنا لم أصلك نبدو أن أعرف حاجة مثلا أنا نحب أن أحكيها عليش أنت تجزم اليوم مستحيل سمحني فوزي أنت تقول مستحيل أشوف ثم قصة صارت لي عائلة أخرى أبا وأمهات أولادهم أولادهم بجنبهم ليلة السفرة بتاحهم يتعشاوا معهم وهو من في بلهمش لكن بعد يسمعوا بيهم في سوريا تعشاوا معهم في الليل إذن ما هوش جديد معناها سارب أنا من أكد لكش لي صار هذا ولكن هي ربما وهي أول حاجة يعلموا هلهم على كل حال ذي تأكد لسي يسليح أنهم يخبيوا على والديهم خطر يعرفوا العائق الناس اللي نجموا يخليهم يعدلوا عن السفر هي عملية تكوين كاملة هي عملية تكوين لديسيميولاسيون يعلموا هلهم فان التخفي يعمل كونت آخر يعمل تريفون آخر يقول كلام آخر يعني هذا كله تكوين ياخدوا في إطار الحملة اللي هي قامت حملة تسفير طيب أنت قلت دورة الجبولات دخلت في بقايع ما 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 يدخلون لهم حتى حد قمرت بأولادي هزيتهم شديت الثنية مشيت الليبيا ما تصلت شنو ما الجهات الجهات الرسمية اللي تصلت بيهم وزارة الخارجية مثلاً اللي تبدأ عندها معطيات اللي أنت ربما ما عندكش ولي الأمن ما عندوش أنا كيدي في بالي أنا كي نمشي ونجي أنا على الأمن نمشي ونجي على بن زرد زي ما في بن زرد ناب 30 ونص أنا جي سترى الفترة روحوا برشا من ليبيا للك البرشا جابوهم من ليبيا ذاك 200 ولا كديه فترة ذي كعيتوا للعوينة يكون شي معاهم صادق واسألني وكي جاء ماشي في بالك وألا لا وشنا وكي جاء ماشي يحكي لك وانا قلت لأنا روها ذاك هو حديث كيم حكيت لك تو ما خليش بشكون نتصل صدقين في الحق يقول لك ما في بالي حتى بشي منذري حتى على شي صابر أخباره منقطعة ليها في أربعة سنوات أنا حتى كان يتفرج فيي وقول لها وليدي يسترك محمد بالله مطالبا منه شي على الأقل يطلبني يقول لي هو إن كان حي أنا خايف من الحاجة وأنتي الأمال متاعك هذا هو فوزيك يجيتنا اليوم الأمال متاعك أنه يراك يسمعك وإلا يراك وإلا يسمعك شكون يعق عليك أخبار بشي وصل لك المهم من نسبة لك أنك تعرف نتم اليوم الزا الحيو اللي هو في بلاسة الزيفة ما وفي حتى أي بلاسة ولا شنو صار لي يطلبني برك صدقيني متوحشات ماذا بس شوفتي تصاورها هتتدخل الدار كيام لقاسها من عظم بيت 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 تصاورها مفرت في كل بلاسة كواترو في كل تركينة في كل بقع أخواتها ساعتك يخلطوا يرقوني وجهي مقلوبة منفخي قلبوها من الكواترو وتصاوروا لكل قلبوه قلوا علش داحي فيها أنت صدقيني انطيب الماكلة لحمد صابر محتوط صحفة صابر محتوط كرسي صابر يضحت كل مهبولة نظور في الدارة والله العظيم العاد فيها كل مهبولة أنت شنو أحساسك من داخل قلبك شنو يقول لك اللي صابر حي قولي صابر حي مربوط وصابر مريف أنت عندك يقين اللي هو حي ديما صابر ديما قلب يقول صابر حي ديما قلبك يقول لك اللي هو حي ديما وتتصرف على أنه شي نجم يدزل باب ويدخل في أي وقت هذيك الحاجة الوحيدة يقول مقلتني أنا ما زلت حية عايشة يعني أنه قد تقوم وقول لعنا طول عدة دات لا تحبش تقبل احتمال واحد آخر جملا جملا كنا قبل نحب الراهل يوم بالحق قدامي ميت يقول آخر لحظة في عمري لو كان نهار يجيدي يقبار يقول صابر ميت ونبكي هنا بالفارغ يكي خبر الصابر قدامي أما تعرف شنو لي صار له على الأقل الأمل اللي نحكي ونحكي وعليه وشنشوفوه مع أمل مباشرة بعد الفاصل موسيقى